النهاردة طبعاً كان المنتخب اختتم تدريباته استعداداً لمباراة بكرة ماتش الجابون وزي ما قلت لحدكم كتير من الناس شايفها المباراة تحصيل حاصل لكننا شايفها الحقيقة فرصة فرصة للكل فرصة للجهاز الفني وفرصة للعبين ليه بقول كده؟ لأنه المباراة على أرضنا على ملعبنا دين وطف صليحنا المباراة من ناحية المشوار أو الأرقام أو حساب النقاط غير مؤثر على الإطلاق أنت خلاص ضمانت مركز أول بصرف النظر عن النتيجة بتلعب خصم يعني ما هوش في نفس مستواك أو في نفس قوتك وبالتالي مفترض أن بكرة تكون فرصة قدام الجهاز الفني عليه أنه هو يستغلها طبعاً أنه يعيد حساباته ويعيد ترتيب أوراقه ويدي فرصة لأنت على كده أو كده في عدد كبير جداً من لعيبة واحتمال وارد جداً مش ترعب بكرة في لعيبة مؤكد خلاص برا الحسابات يعني أبرزهم طبعاً عبدالله السعيد خلاص تأكد إصابته وخرج برا المعسكر أكرم طوفيق مش هيلعب عشان إنذارين أبو الفتوح لسه في كلام يعني النهاردة كان مفترض أنه هيخضع لكاشف بس أعتقد أنه برضو هيكون بعيدة عن الحسابات حتى لو جاهز أعتقد أنه هيريحه ما أعتقدش أنه يغامر به وأعتقد أنه نادي زمال القاطب أورادي المنتخب عشان أحمد فتوح يريح صلاحه أنني فيه احتمالات كبيرة جداً لعدم المشاركة لكن في النهاية عايز أقول أنه هاخد بكرة الجهاز الفني يديه بكرة عنده فرصة يعبر عن إمكانياته وبتهيالي أنه الجهاز الفني كمان محتاج يجرب ويتفرج أكتر ترجمة نانسي قنقر